خطوات إضافية مع بدء العد العكسي لإجراء الانتخابات البرلمانية تمثلت بإعلان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات تصويت مجلس المفوضين على صلاحيات الأساتذة الجامعيين الذين سيكونون مشرفين على مراكز الاقتراع وبهدف شرح إجراءات الاقتراع للتصويت العام والخاص ونظامي الحملات الانتخابية والشكوى والطعون عقدت ورشة التثقيف الانتخابي لعدد من الإعلاميين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية يونامي وخصصت دورة ثالثة لفئة النساء المرشحات ضمن برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث تمت مناقشة آليات تطبيق كوتا النساء في نظام توزيع المقاعد المخصصة لبرلمان عام 2021 عمليا قدمت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية استبيانا للأمن السبيراني لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الداخلية للمفوضية ويهدف إلى تقييم أمن المعلومات الإلكترونية وتعزيز الممارسات الأمنية الإلكترونية الصحيحة لملاكات المفوضية وعلى الأرض تابعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مع المكاتب الانتخابية الإجراءات والخطط الأمنية لكل محافظة وبحسب المفوضية فأن هذه الإجراءات تأتي لحفظ أمن العملية الانتخابية وسلمتها وتوفير البيئة الآمنة للناخبين والمرشحين على حد سواء ترجمة نانسي قنقر